والله ما صور والله ما صور نموذج واضح للفساد الذي تعيشه العملية السياسية في العراق أحمد الجبوري محافظا لصلاح الدين مرة أخرى في جلسة شهدت جدلا وفوضى تعكس طبيعة النظام السياسي وكيف يدار شخص محكم بقضايا فساد وأودع السجن بسببها ثم شمل بالعفو ويفتغر لأدنى درجات الإدارة السياسية لكنه مع ذلك لم يغب عن المشهد في محافظة صلاح الدين منذ عشرين عاما الانتزام والضبط والنزاهة والكفاءة هي برنامج عمل كل شيء اسمه مو نظف ما يبقى في ذلك يتحدث أبو ماز هنا عن الكفاءة والنزاهة كأساس لبرنامج عمله متعاهدا في الوقت ذاته بمراعاة ما سماها استحقاقات الأحزاب وهو الذي له تاريخ طويل من تهم الفساد حيث سبق وأنطلب إلغاء ترشيحه للانتخابات البرلمانية عام 2014 لوجود قيدين جنائيين ضده يتعلقان بسرقة سيارتين عامي 1985 و1992 حكم عليه في إحداها باستجن 15 عاما دخل أبو ماز بازار بيع المناصب الذي رعته أحزاب العملية السياسية بعد الاحتلال ليصل به الحال في عام 2015 إلى حضره من السفر بقرار من هيئة النزاهة بسبب الخلافات مع شركائه والتي يبدو أنها ستتفاقم في ظل رفض أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي طريقة تقاسم الحصص في محافظة صلاح الدين وهي التي تريد الهيمنة على كل محافظات العراق ولعل لأهل محافظة صلاح الدين الحق بأن يتساءلوا عن مدى مصداقية وقدرة من يصرح بمثل هذه التصريحات أن ينهض بواقع المحافظة أو يعيد المهجرين ويكشف عن مصير المغيبين أو أن يحقق ولو الحد الأدنى مما يصبو إليه أهالي صلاح الدين